بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذا الوحدة خواص الدوال اللغارتمية للدوال اللغارتمية عدة خواص سندرس أهم هذه الخواص إنه إن اللغارتم حاصل جداء دالتين اللغارتم حاصل جداء دالتين لغارتم P ضرب Q يساوي إلى اللغارتم الدالة الأولى زائد اللغارتم الدالة الثانية أي يتحول الجداء إلى مجموع وأيا كانت ال-P و-Q أعداد موجبة كذلك الأمر إن لغارتم حاصل قسم الدالتين هي لغارتم البسط سالب لغارتم المقام أيضا هنا نفترض أن ال-P وال-Q أعداد موجبة وأن ال-Q لا يساوي إلى الصفر كذلك الأمر خاصة القوة إن لغارتم P أس R إذن الأس هنا على ال-P وليس على اللغارتم إذن P أس R يساوي إلى يمكن أن نزل الأس قبل اللغارتم هو R في اللغارتم P حيث P أكبر من الصفر وال-R هو أي عدد وليكن أي عدد كسري من Q إذن هذه هي طبعا ثلاث خواص للغارتم استخدام خواص للغارتم قبل إجراء عملية الاشتقاق يسهل لنا إجراء عملية الاشتقاق كما سنرى بعد قليل في الوحدة اللي قبلها حسبت مشتقة الدالة F X يساوي إلى لغارتم جزر X زائد واحد وكان مشتقه بعد عنه F فتحة هو عبارة عن واحد على اثنين X زائد واحد اشتققته على القاعدة مشتقه ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم لكن لو تذكرت أنا أنه فيني أطبق خواص اللغارتم دائما أبدا لنتذكر أن الجزر هو قوة دائما إذا عندي لغارتم فأكتب الجزر على أنه قوة فهذا يكتب على أساس هو نصف لX زائد واحد طبعا حسب الخاصة الثالثة يمكن إخراج النصف النزل لقبل اللغارتم إذن F X يكتب بالشكل التالي نصف لغارتم X زائد واحد إذن هاد هو نفسه هاد فعواض ما أشتق هاد بسهولة أشتق هاد إذن ما هو المشتق في هذه الحالة الفتحة X في هذه الحالة مشتقة النصف خارج مشتق ما بعد اللغارتم مشتق X زائد واحد وواحد على X زائد واحد فأحصل على نفس عملية الاشتقاق ولكن بصورة سريعة أيضا لو جينا إلى هنا لو أن اللغارتم 4X زائد 5 للتكعيب ضرب جزر 6X واحد طبعا لو أردت أن أشتق مباشرة على قاعدة مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم ممكن ولكن الأمر جدا شاق ويحتاج إلى يوم ونصف من العمل الشاق بينما لو طبقنا خواص اللغارتم اللي هنن ثلاث خواص يمكن أن يتحول هذا التمرين المعقد إلى تمرين من أبسط ما يكون الخواص الأولى إن لغارتم للجداء حسب الخاصة الأولى يصبح لغارتم الأول زائد لغارتم الثاني إذن لغارتم الأول زائد لغارتم الثاني دائما أن الجزر يكتب على أساس أنه قوة إذن هذا يكتب على شاش أسنص ونستخدم الخاصة الثالثة طبعا إذا عندك المقدار مرفوع للقوة والمقدار هذا مرفوع إلى قوة يمكن أن نزال القوة إلى ما قبل اللغارتم فالثلاثة ممكن أن ننزل قبل اللغارتم والأس نص يمكن أن ننزل إلى قبل اللغارتم فأصبح الدالة بهذا الشكل الآن ممكن أن أطبق عليها القاعدة إذا أردت أن أشتق ال-F فمشتقها إلى هنا هذه مشتق ما بعد اللغارتم مشتق أربع إجزائد هي أربعة على ما بعد اللغارتم على أربع إجزائد خمسة زائد النصف على حاله هذا مشتق ما بعد اللغارتم هو ستة على ما بعد اللغارتم هو هذا المقدار الآن الستة مع الاثنين تختصر في ثلاثة والأربعة في ثلاثة هي اتناعش هذا المقدار لو حبيت أظرفه أكثر من هيك يمكن أن أوحد المقامات فأحصى على كتابي أظرف من هذه الكتاب الآن ننتقل إلى مثال آخر أحسب قيمة الاشتقاق للدال اللغارتمية التالية طبعا هذا إذا ردت أن أشتقه مشتق ما بعد اللغارتم على ما بعد اللغارتم مباشرة ممكن ولكن يعني يحتاج إلى وقت وإلى جهد كبير بينما لو استخدمت الخواص كيف أستخدم الخواص أول شيء نكتب هذا دائما أن الجزر يكتب على أساس قوة يعني x تربيع ناقص واحد على x تربيع زائد واحد وس تلت الآن من خواص القوة يمكن إنزال القوة إلى ما قبل اللغارتم إذا هذا يكتب على الشكل تلت لو غارتم x تربيع ناقص واحد على x تربيع زائد واحد أيضا عندي كمان يخواص هنا الكهسر اللغارتم للقسمه هو الثلات براه هو لو غارتم البسط اللي هي x تربيع ناقص واحد سالب لغارتم المقام اللي هي إكستر بيع زائد واحد إذن فعواض ما أشتق هذه الدالة مباشرة أشتق هذه الدالة البسيطة التي تنتج عنها بإعادة الكتابة فنحصل على الواي كتب بهذا الشكل الآن التلت في الخارج إذا أردت أن أشتق ما أشتق هذا مشتق ما بعد اللغارتم هو 2x على ما بعد اللغارتم ومشتق هذا أيضا مشتق ما بعد اللغارتم 2x على ما بعد اللغارتم لو حبينا نوحد المقامات ونجمع فيمكن كتابته هذا بهذه الصورة إذن فعلا استخدام الخواص قبل الإجراء عملية الإجتقاق تسهل من أمر عملية الإجتقاق والخواصية خمسة الخاصة الأولى لغارتم الجداء يساوي إلى يقلب الجداء إلى مجموع ولغارتم القسمة يتقلب القسمة إلى فرق لغارتم البسط نائس لغارتم المقام والخاصة الثالثة لغارتم القوة بي أس آر بتنزل القوة إلى ما قبل اللغارتم إذن يجب حفظهم من ثلاث خواص ملاحظة في بعض الأحيان يمكن أن نستخدم ما يستمى بالإجتقاق اللغارتمي لإجتقاق أي دالة وهذا سنشرحها في الوحدة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر